وَمُكَبِّرُ بِاسْمِ اللَّهِ وَأَتَلَذَّذُ بِالصَّلَاةِ بِالصَّلَاةِ كَبِّر بِاسْمِ اللَّهِ وَدْعُمُوا فَسَتَلْقَى خَيْرًا خَيْرًا بِإِذْمِ اللَّهِ خَيْرًا بِإِذْمِ اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم عندنا يوم مختلف بعض الشيء يوم عظيم من أيام الله بعد ذكر رحمة الله في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم ذكر الله يوم القيامة وجعل الرحمن الرحيم قبلها ليبين أن رحمته سبقت غضبه وأنه كتب على نفسه الرحمة سبحانه وفي هذه الآية قراءتان الأولى مالك يوم الدين المشهورة والثانية ملك يوم الدين مالك وملك ومالك وملك كلاهما من أسماء الله تعالى ولكن بينهما فرق مالك من الملك أي من تملك الأشياء كانت تقول ملكت البيت وملكت الكتاب مالك من الملك وأما ملك فمن الملك والملك أي السيادة والتصرف وقد يكون العبد يعني ملكا ولا يكون مالكا وقد يكون مالكا ولا يكون ملكا فمثلا يعني مثال بعض الدول يكون الرئيس فيها ملكا يتصرف ويدبر ولكنه بعد أربع سنوات أو ثمان سنوات تجرى الانتخابات ويعود مواطنا عاديا أليس كذلك؟ هذا له ملك ولكنه ليس مالكا لأن الأشياء التي بسط عليها ملكه وتدبيره ما آلت إليه بل نزعت منه فهو ملك وليس بمالك حتى وإن أدار أقوى دولة في العالم وبعض الناس العكس مالك ولكنه ليس بملك وإنسمه ملكا فإنه ليس بملك حقيقي لأنه لا يتصرف في ملكه ألا ترون بعض الدول الأوروبية يوجد فيها ملك أو ملكة يحملون عرش المملكة وتوضع صورهم على العملات ويتوارثون البلاد أبا عن جد ولكنهم لا يستطيعون اتخاذ ولا حتى قرار واحد في ملكهم بل الأمر كله عند رئيس الوزراء فهذا مالك نعم ولكنه ليس بملك ليس بملك نعم الحقيقة لأنه لا يتصرف الله ربنا جل في علاء ملك ومالك وجمع بين الملكين سبحانه مالك يوم الدين وملك يوم الدين أي يوم؟ يوم الدين الدين هو الحساب يوم الدين أي يوم الحساب وتخصيص الملك بيوم الدين لا يعني أن الله لا يملك إلا يوم القيامة حاشا سبحانه بل فيه دليل على أن ملك الآخرة فمن باب أولى أن يملك الدنيا التي هي أقل بكثير ثم يعني هو أصلا أخبرك بأنه رب العالمين قبل آيتين وهذا يعوم الدنيا والآخرة وإنما أضيف الملك إلى يوم الدين خصوصا لأن ذلك اليوم يزول فيه كل ملك إلا ملك الملك سبحانه الذي هو مالك يوم الدين ملك الملوك لدرجة أنه لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه حتى الشفاعة ما يشفع أحد إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويوم القيامة ليس هو فقط اليوم الذي تزول به الدنيا بل لكل إنسان يوم قيامة خاص به قال إمام القرطبي اعلم أن كل من يتمات فقد قامت قيامته ولكنها قيامة صغرى بخروج روحه لحظة خروج الروح لحظة القيامة الخاصة بك لكل إنسان قيامته في موعدها وهي صعبة وهي عبارة عن مصيبة كما قال الله عز وجل إذا أصابتكم مصيبة الموت المشكلة أنه لن ينجو منها أحد ولو كان أحد سينجو منها لنجى منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذكر عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في مرض وفاته كان يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن الموت سكرت كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد شاهدوا معي عزائي المشاهدين عرضا نادرا يصور لحظة نزع الروح لرجل ولكنه يصور بالأشعة التي تبين أماكن الحرارة والبرودة وهو تصوير حقيقي حقيقي انتبهوا معي إلى هذا العام هذا ليس تصويرا للروح فالروح من أمر ربي أخواني هذا فقط يعني يبين كيف تذهب الحرارة من جسم الإنسان بداية بالسعاق تتلاشى إلى بقية الجسد إلى أن تخرج الروح تماما كما قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي أي انتزعت الروح من الجسد ولغت التراقي والتراقي جمع ترقوة هي العظام اللي بين النحر والكتف وطيلا من راق يعني يقول إنسان هل من طبيب شاف لاحظوا كيف تخرج الحرارة شيئا فشيئا كما أن الروح تخرج شيئا فشيئا وظلنا أنه الفراق والتفت الساق بالساق يقول حسن بصري أي ماتت رجلاه فلم تحمله إلى ربك يوم أدل المساق هذا شخص حقيقي الآن يحتضر يعني الآن هذا تخرج روحه حقيقة لاحظوا كيف تذهب الحرارة شيئا فشيئا إلى أن تخرج تماما وهذه العملية أجرت تحت تصوير دقيق حتى انتهى فإذا تم هذا المشهد أخذوه وأرسدوه في قبره وتركوه ويبقى هناك إما منعما وإما معذلا ووالله أعلم كم سيستمر هناك عشرات سنين مئات آلاف السنين الله أعلم إلا أنه سيحدث له أمر وهو في القبر فبينما هو هناك إذ انشق القبر عنه فخرج منه فنظر من حوله ماذا حدث؟ إذا الشمس كورت والنجوم كدرت الجبال سيرت زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وهو يقول ما لها الناس كأنهم فراش مبثوث والجبال كأنهم صوف وعهن منطوش المرأة تركض هربا من زوجها والأخ يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل امرأة كانت حامل تضع مولودها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد الشمس تدمم رؤوس العباد وهم تحت لهيه بها إلا من شاء الله أن يكون تحت ظل عرش الرحمن منهم رجل قلبه معلق بالمساجد منهم رجل دعته امرأة من ذاته منصد وجمال فقال إني أخاف الله منهم إمام عادل إلى آخرهم ويبقون هكذا تحت الشمس خمسين ألف سنة وبينما هم كذلك وبينما هم في ذلك الحال إذ ظهر نور عظيم ماذا حدث؟ بعد الفاصل إن شاء الله بصلاة أدنوا من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأكبر بسم الله وبينما الناس في مشهد يوم القيامة إذ ظهر نور عظيم وأشرقت الأرض ما الذي حدث؟ لقد جاء الله وجاء ربك والملك صفاً صفاً فسكت الناس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ونكس المجرمون رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون يقبض الله الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ روح بخاري مسلم مالك يوم الدين ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله يأمر إسرافيل بنفخة الصعق فيقول له أنفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خمدوا جاء ملك الموت فقال يا ربي قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت فيقول الله تبارك وتعالى فمن بقي وهو أعلم يقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل فيموتان فيأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا ربي قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل وهو أعلم من بقي فيقول بقيت أنت يا ربي الحي الذي لا يموت وبقي حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليموت حملة عرشي فيموت ثم يتي ملك الموت فيقول يا ربي قد مات حملة عرشك فيقول الله له وهو أعلم من بقي فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا فيقول الله عز وجل يا ملك الموت أنت خلق من خلقي فمت فإذا لم يبقى إلا الله مات الجميع قال فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي ليس بوالد ولا ولد طوى الله السماوات والأرض كطي استجل للكتب ثم ينادي سبحانه في ملكوت السماوات والأرض الله أكبر ينادي سبحانه في أرجاء مملكته فيقول أنا الجبار لمن الملك اليوم سؤال فلا يجيب أحد لأن الناس كلهم ماتوا ثم قال لمن الملك اليوم يسأل مرة أخرى فلا يجيب أحد لمن الملك اليوم لا يجيب أحد ثم يجيب هو نفسه سبحانه ويقول لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم أخواني دعونا نشاهد عرضا لمشاهد حقيقية تذكرك بيوم القيامة وليس المقصود أن هذا هو يوم القيامة لأن يوم القيامة لا يعرف حقيقته إلا الله بل المقصود أن هذه المشاهد إذا كانت في الدنيا فكيف يوم القيامة حتى الآية التي ترافق العرض فهي التذكير لا أنها تصوير أو تفسير الآية هذه المشاهد حقيقية حدثت بالفعل تذكرك بيوم القيامة شاهدوها معي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كالبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبثت الهبال بساء فكانت هباء منبخة وكنتم أزواجا ثلاثة يوم هم بارجون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع لمن الملك اليوم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون كيف ننجو من يوم القيامة لقد أخبرنا الله كيف ننجو من ذلك اليوم في سورة الفاتحة نفس سورة الفاتحة اقرأ الآية التي بعد مالك يوم الدين ما هي إياك نعبد وإياك نستعين هذه هي نجات عبادة الله وحده هي نجات الدليل قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فكانت عبادة الله هي النجاة من ذلك اليوم الإعراض إذا ما عبدت الله وعصيته فهي الهلاك يوم القيامة فجعل النجاة في الآية تليها دعونا في الحلقة القادمة نشرح هذه النجاة وإذا ننجو من هذه المشاهد الصعبة يوم القيامة نلقاكم إن شاء الله بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة تكبر بسم الله ودعموا فستلقى خير اشتركوا في القناة